لهذا السبب حالة نيابة زوجة عماد متعب إلى المحكمة العاجلة قرار مفاجئ خرجت به نيابة الغردقة الجزئية بالبحر الأحمر ضد ملكة جمال مصر السابقة يارى نعوم زوجة اللاعب عماد متعب لعب الأهل السابق ووالدتها بحالتهم لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة التمييز والعنصرية ووفقا لتقارير النياف إن قرار المحكمة جاء استنادا للتحقيقات التي أجرها المستشار محمد إسماعيل وكيل النيابة في الواقعة الشهيرة ضد إحدى السيدات التي تعمل جليسة أطفال لدى إحدى الأسر وتعود الواقع خلال صيف العام 2020 بعد قيام سيدة بنشر بوست على الفيسبوك يتهم يارى نعوم زوجة لاعب الأهل السابق عماد متعب برفض نزول مربية أطفالهما إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الأرضقة وأنه حين نزلت الخادمة إلى حمام السباحة وجدت اعتراضا من والدة يارى نعوم فوجئت بوحدة كبيرة في السن بتناديني بتقولي الشغالة ما تنزلش أنا مش هنزل الميا مكاني شغالة استفزيت جدا ورعيت فرق السن وبعدها جاء حرس أشاطي وطلب قروج جليسة الأطفال من حمام السباحة حتى ترتدي الملابس المخصصة لذلك البوكيني غير أن الأمر لم ينتهي عند ذلك وأن يارى نعوم زوجة لاعب الأهل السابق التي كانت برفقة والدتها تدخلت وبدأت في الهكوم عليها وتهجمت عليها في حمام السباحة وبتقولي أنت مش عارفة أنت بتعتدي مع مين لو مش عارفة أنك في منتجع محترم ما ينفعش تنزل في شغالتك روحي بيها بلطيم أنا مش هنزل مكانها غير وابل من الشتايم وممتها بتقول هعملك محضر في منافة تاير نعوم الواقعة وأنه تمزج باسمها وباسم زوجها مستغلين شهرته في تشهير واضح وأنها تحترم وزوجها جميع أطياف المجتمع مشيرة إلى أنها تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظراً لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحاجبات أو غير المحاجبات وذلك حرصاً على السلامة العامة وأثارت الواقع في وقتها غضباً شديداً على وسائل التواصل وراجل منشور السيدة بكثافة حيث طالب المغردون بمحاسبة رنعوم وإحالتها للتحقيق كما نصت المادة 161 مكدر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طواف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا تمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشور إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية